اشتركوا في القناة موسيقى الورشة اليوم تحت عنوان الإطار المفاهيم والنظري للمشاركة المدنية السياسية والنقاش العمومي التي تمحور أساسا حول معنى الإطار العام للمشروع للمختبر المواطنة والتي تنول ما يتعلق بمعرفة ما هو الفاعل المدني والفاعل السياسي الأدوار ديالهم تعريف بالمشروع بصفة عامة وكل ما يتعلق بالمشاركة المدنية السياسية كانت فرصة للشباب باش أنهم يتناقشوا ويعرفوا الأمور الأساسية ديال المشروع والإنطلاقة وكيفاش أنه والمشروع قد يصير ويعني جميع الأمور التي تتعلق بالمشروع والشيء اللي كي ينشف السلام عليكم بهجا حيدات عضو الفضاء المدني بأي تعميرات تعيدة جدا بالمشاركة في مختبر المواطنة المنظمة من قبل جمعية تبدولت وجمعية الشباب الحر بأي تعميرات وشركاء آخرين اليوم تلقينا الورشة التدريبية الأولى حول الإطار المفاهيمي والتطبيقي للعمل المدني السياسي سعيدة كذلك أن ألتقي بمجموعة من الفاعلين في الشأن التنموي والجمعوي بأي تعميرات تلقينا اليوم الورشة التدريبية الأولى فيما يخص الإطار المفاهيمي والنظري للمشاركة المدنية السياسية كذلك أجدد شكري وامتناني للجنة المنظمة لهذا اللقاء التكويني الهادف إلى توعية وتحسيس الشباب العميري بأهمية المشاركة في الشأن الجمعوي والشأن السياسي ككل بسم الله الرحمن الرحيم معكم أستاذ خليج باري أستاذ تعليم العالي بكلية العلم القانوني واقتصادي والجماعي وفي نفس الوقت هو فريق الخبرة لتنزيل مضامين مختبر المواطنة مع جميع التمدد ومع الوكالة الدولية للتعاون الدولي سيدي المشروع هو مختبر مواطنة ومشروع كبير هو مشروع كبير يهم ثلاث جهات مسبل مغرب ويهم ثلاثة وشرين جماعة وهذه ثلاثة وشرين جماعة مقسمة إلى المستوى الجهات المغرب بسبل ساعة جوسماسة 14 جماعة ومسبل جهة درعة تفيلات كذلك ومسبل جهة قلمي موذنون كذلك في العديد من جميع تلاث جماعة ندب في أحد الجماعات اللي مرتبطة بجهة ساعة ساعة وفي إقليم شتوكا إتباغا وتحديدا جماعات خميس أي تميرة ومع مكونات الفضاء المدني اللي هو مع جميع الشريكة المنتدى بالشباب الحر ولكن الأمر نيع أنكس على هذا المنتدى بل على كل الفعاليات المجتمع المدني بخميس أي تميرة إذن الغرض من مختبر المواطنة هو تشكيل فضاءات مدنية للحوار والتشاور والنقاش العمومي بهدف تعزيز تقى ما بالفاعل السياسي المتخب والفاعل المدني هذه اللولة ثانيا هو لكي نعطي للمواطنين فرصة للتعلم والتدرب على هم انخراط في الشأن العام التدبيري المحلي بوحد الرؤية أولا قائمة على انخراط قائمة على الحس بالمسؤولية وقائمة على تكامل أدوار ما بالفاعل السياسي المنتخب والفاعل المدني لسيما أن الفاعل المدني العديد من أدوار لي ومقولة إليه قانونا وهي التحسيس والتابعة واليقدة والوساطة المؤسساتية وبالتالي في اعتقادي أن من خلال مختبر المواطنة نسعى إلى تشكيل فضاءات مدنية تكون رديف إلى جانب المنتخب وتتقاصم معه هم شأن الجماعة على أساس أن القانون تعطيها حق لا من خلال هيئة المساوية وتكافر الفرص ولا من حيث محددة تشخيص تشاركي بغينا من خلال هذه الفضاءات المدنية يولي النقاش حول مآل جمعية دي الخميس أي تميرة نقاش عمومي ومسؤول وهادف وليد تشخيص وليد حاجة وليد تكامل في الأدوار تكامل في المسؤوليات وفي نمس الوقت عود من خرجوا بين وبينك ونحن لا ندرك تعقيدات ولا أحيانا المسائل التي تحد من فعالية التدبير الجماعي نتيجة نقص موارد أو شيء من هذا القبيل ولكن تكون واحدة قاس من أدوار ما بين منتخاب الفاعل المدني وهذه اقتدل ثلاثة الأمور الفاعل السياسي عليه أنه لا ينظر إلى الفاعل المدني بأنه نظر تزدرع أو توظيف أو يجعله ديل ليلو ويوضفه لحساب المناسبات السياسية ومنتخابية ويبقى الهم هو دي الإعانة الفاعل السياسي يجب أن ينظر على أساس أن الفاعل المدني هو شريك وبالتالي فأي فاعل مدني من يكون عنده وحده درجة من يقد السياسية والدكاء هذا الفاعل المدني هو في نسبة مواطن وهذا المواطن كلما تعمل معه بواحد الفرصة دي المصداقية ضمنتي الولاء دي المسياسي وضمنتي ككتلة انتخابية ناجحة وبالتالي فنحن نسعى على أساس بأن نريد أن نحسن من وضع المآل والطبيعة المشاكل اللي كنا في الجماعة فأخسكن واحتضافر دي الجهود دي هذه المكونات البلات ترجمة نانسي قنقر اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شكرا شكرا